نروح بقى على مقار جليدة الجمهورية وزمريتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع وحيكون لها كمان لقاء مع الأستاذ مسام الغرباوي النقد الرياضي في جليدة الجمهورية صباح الفل عليك وعلى ضيفك العزيزة تفضل بعد غيبة صحيح صباح الخير يا كبير صباح الخير على كل مشاهدي آه والله زمان على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة الجمهورية وهنبدأ فيها بأهم العنوين من جريدة الجمهورية في دوري الأبطال ستة أهداف للفراري أمام بورتو من جريدة الشروق مواجهة شرسة اليوم بين السيتي وسان جرمان من الشرق الأوسط الهلال العالمي يهدي السعودية التاج الأسيوي ومن موقع اليوم السابع انطلاق منافسات دور 16 ببطولة ماليزيا للسكواش بتمن مباريات مصرية اليوم تفاصيل طبعا كل الأخبار هاتكلمنا فيها الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغربوي في البداية طبعا برحب بك على شاشة قناة الأهلي من وورنا كالعادة خليني أعرف منك إيه أهداف الفراري في مباراة اليوم أمام بورتو طبعا بنتمنى للنجم محمد صلاح كل التوفيق طبعا هو أهداف أهدافه كتير أولا أولا طبعا هو عايز يحقق الفوز للمرة الرابعة على بورتو كان حقق ثلاث انصارات عليهم في الجولات السابقة تاني حاجة أنه كان محرص أي أهداف في مباراة أتليتكو طبعا عايز أنه العودة تانية للتهديف ده إلى جانب أنه طبعا ينافس على هداف البطولة بمحقق المركز الثالث بخمس أهداف عن ليفاند ويسكي طبعا متصدر إلى جانب القائمة نفسها بقى لتاريخ الهدفين هو بمحقق الرقم 12 وعايز طبعا ينافس عليها ده إلى جانب أخيرا بقى طبعا جميع اللي هو كبطل من ليفربول طبعا حقق 61 هدف معه جميع البطولات متصدرا عن سادي ومانيب بسبع أهداف وطبعا كل ده هو طبعا نصح أول لأنه طبعا مرشح له أفضل لاعب في العالم إن شاء الله نتمنى أنه يحرزها إن شاء الله كل التفايل لمحمد صلاح كل التوفيق طبعا النهاردة مباراة مهمة جدا بين منشستر سيتي وباريسان جمان توقعاتك بقى لهذه المباراة طبعا هتبقى مباراة قوية جدا وإن كان منشستر أنا شايفه الأقرب وطبعا فايز بي المباراة اللي تذهب بهدفين وطبعا ورغم الصعوبة لأن الصعوبة في أنه هو تسع نقاط وسان جرمان تم نقاطها تبقى المباراة قوية جدا بنلاقي طبعا أنه عنده لعب منشستر كيفين عنده كورونا وهيغيب ولكن طبعا عنده مهاجم كو جاك قدر أنه هو جيب ثلاث أهداف في آخر المباراة خدها في حين أنه بنلاقي باريس سان جرمان نيمار هو في حالته طبيعية وطبعا في مباراة نينين تقدر أنه هو يعني يفوز بفريقه ولكن ميسي بقى طبعا هو نجمنا المحبوب يعني ما زال تحت التأهيل وعاد بشكل مباشر ولكن طبعا مش في حالته اللي احنا نعرفها ده إلى جانب راموس طبعا لأول مرة من سبع شهور هيخوت فطبعا هتبقى الموضوع صعب شوي على سان جرمان فطبعا إن شاء الله نتوقع مباراة قوية بإذن الله واللي هيفوز هنسقفل زي ما يقول يعني عايزة عرف كمان رأي حضرتك في التدويج طبعا للهلال للمرة التانية في كاس الاندي ده شيء رائع جدا طبعا وتتويج أي نادي عربي بأي بطولة خاصة البطولات القرية ده شيء يفرحنا كلنا طبعا ودي المرة التانية بتأهله طبعا لكاس عالم الاندي وتعتبر الكاس التمنى في كل البطولات اللي خدها فكل التحية للفريق السعودي ويتمنى له إن شاء الله التتويج بكاس العالم اللي جاي للاندي إن شاء الله كل التوفيق ليهم ودعمنا ليهم بإذن الله في كل البطولات اللي جاي إن شاء الله النهاردة بيتم انطلاق منافسات الدور 16 ببطولة ماليزيا للسكواش توقعاتك إيه بقى للعبين المصريين الموجودين هناك طبعا نتمنى اللي هم إن شاء الله يفوزوا إحنا عندنا ثلاث لاعبين إلى جانب عشر لاعبات وده طبعا ده بيدل على قوة السكواش المصري وإن كانت طبعا في بعض المبارات القوية جدا خاصة اللي هتبقى أمام اللاعبين الأمريكان والصينيين هتبقى قوي جدا وطبعا اللاعبين هتبقى من الخبرة اللي خدوها طبعا من اللاعبين السابقين المصريين إن شاء الله يقدوا بشكل كويس خاصة نحن خرج فيه لاعب ولعيبة خرجوا من البطولة ونتمنى جميع اللاعبين اللي بقين يحققوا يخرجوا من دور السستاشر بأفضل مركز ممكن إن شاء الله فكل التوفيق ليهم وإن شاء الله تدعيم ليهم بإذن الله حتى يفوزوا بمستوى متمايز بالبطولة وإن شاء الله بإذن الله هنتبعهم عن كاسها بيعان الغاية لما يحققوا أفضل حاجة ممكن أتشرف مصر خاصة نهاية من أفضل البلاد في السكواش على مصالة العالمية شكرا بشكر حضرتك جدا الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الجمهورية بشكركم جدا وعود لكم مرتان نحن نشكر جزيلا الشكر وطبعا كل الشكر لديفك العزيز اللي نورنا من خلال هذه الفقرة والتغطية الصحفية المتميزة شكرا جزيلا لكم